هناك خبران عجلان يجب الإشارة لهما الأول يتعلق بسماع دوي إطلاق نار بالقرب من المقرات الحكومية في وسط العاصمة الأوكرانية هذا تطور جديد كنا نتحدث عن اشتباكات طوال الليل وقصف مدفعي على أطراف كييف لكن الآن التقارير وشهود العيان يؤكدون سماع إطلاق نار بالقرب من المقرات الحكومية في وسط العاصمة الأوكرانية لن أعلم ما إذا كان هذا يشير إلى اقتراب القوات الروسية من قلب العاصمة كييف تطور آخر يشير إلى أن اليابان تتوجه لفرض عقوبات على بيلاروسيا باعتبارها تدعم موسكو في هذا التوجه